بالضبط بالضبط يعني لا اسمعوا الدحكة بتاع دينفر هو ده اللي انا عاوز اقوله بالضبط بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في ترييلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والرياكشن بتاعتنا النهاردة هتبقى للترييلر الخاصة بالجزء الثالث من مسلسل كازا دو بابل او ماني هايست مسلسل كازا دو بابل او ماني هايست علشان هما مصررين ان هما يترجموا اسمه بالانجليزي اتعرض في 2017 في منتصفه وبعدين في نهايته على جزئين وجامع ردود افعال كبيرة جدا خاصة في العالم العربي عندنا وفي الوقت ده كان اصبح اكتر مسلسل بيحصل على مشاهدات غير ناطق باللغة الانجليزية على منصة ناتفلكس على قد ما نفاهم ومش عارف او مش متأكد اذا كان لسه محتفظ باللقب ده ولا لا ولكن عموما في 2018 وصلت اخبار بان ناتفلكس اشترت او طلبت او بتنتج الجزء الثالث للمسلسل وده كان شيء غريب بالنسبة لناس كتير من المتابعين لان قصة المسلسل بالنسبة لعدد كبير ومنهم انا كانت انتهت خلاص ولكن يبدو انهم طلعوا قد الاول والتريلر بتاعت الجزء الثالث ظهرت بالفعل وحتفرج عليها معاكم دلوقتي لأول مرة لاني كالعادة ما شفتهاش ولا مرة فيلا بينا بسيسي محضوب ايطر 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 بينا تماري محضوكي Señorita a Tokio, bienvenida a Tailandia. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. ¡Ahora! ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Esto es una declaración de guerra al sistema. Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! ¡Posiciones! ¡No! ¡No! ¡Posiciones! ¡No! No. ¡No! ¡No! رجلة غربي اللي بعدين هرب ازاي؟ ما حتى لو اتضرب بالنار لا طيب بصوا كده فتح كلام انا اتفرقت على المسلسل تابعته كويس قريت عنه عملت الحاجات الظريفة دي ولكن في حدود المشاهد العادي مش المشاهد اللي باع حياته لصالح المسلسل زي ما ناس كتير بتعمل او مع المسلسل ده طبعا او مع مسلسل تاني انا اتفرجت زي ما الناس المفروض تتفرج فحتى لما عرفت ان فيه تريلر جديدة ظهرت وان المفروض اعمل لها رياكشن عادت اذاكر شوية عشان افتكر شوية شخصيات وشوية احداث ولكن فيه تفاصيل بكل تأكيد غايبة عني فايه حتى واحنا بنفسص تعالوا نحط ده في الحزبان فنمرة واحد لو انا فاكر كويس احنا في نهاية الجزء التاني شفنا البروفيسور بعد ما هرب في مكان ما انا معرفش في انه دولة بالزبط وبعدين ركل لو انا فاكر اسمها صح اللي هي بتاعت الشرطة راحت له ففكرة انه هم بيهربوا مع بعض والعالم اللي ورا ده عالم البرتغال فغالبا اللي حيستضفهم هو كريستيان رونالدو يبقى هم هو كان في البرتغال يبقى هم هربوا هيوة انا كلامي مترتب وزي الفول اظن كل حاجة واضحة وحتة المشهد اللي احنا شفناه في نهاية الجزء التاني ده كانت بعد المشهد اللي قدامنا دلوقتي اللي فيه كلهم بيهربوا مع بعض مين بقى اللي في المهربة دي اعتقد انهم المتبقيين من الفريق الاساسي ومعاهم مونيكا صح؟ يعني دي شكلها نيروبي وده ريو لا ده دنفر نيروبي توكيو ريو اظن هيلسينكيو ريو دنفر ومونيكا زي الفول ودلوقتي المهمة هي البقاء على قيد الحياة اتصور ان المكان اللي هو بيقول لهم فيه الخطة دي دي الخطة الاساسية قبل عملية السرقة من الاساس الخطة بقى بعدها زي ما هو كان متصورها فهو في المرحلة دي بيحكي لهم احنا بعد ما هنقلص السرقة بعد ما هنهرب بعد ما هنعمل اللي احنا شفناه مع بعض في المسلسل نفسه ده الاهم بقى هو اننا نبقى على قيد الحياة واتصور ان اللي وراهم على البورد ده دي الامكانية بتاعت الاماكن بس مش فاهم ايه الكووردنتس دي دي كووردنتس شكلها اماكن معينة غالبا كل حد فيهم حيسفر لها او حيروح لها في استراليا في افريكا في اسيا في امريكا اللاتيناية طب والنبنى كويس والنبنى كويس جدا دي شكلها الجزيرة اللي استقر فيها توكيو وريو واللي ريو فيها بقى عايش بمنتهى البلاها قوم بقى هجوم عسكري قوم توكيو تهرب وريو يتمسك والمسلسل في يوليو 2019 دي نقطة مهمة جدا طبعا عملية اتصال سري بالبروفيسور يبقى مكان اختباء البروفيسور هو تايلاند هو اللي موجود في اسيا والمهمة هي انقاذ ريو وقاعد التكوين الفريق دي اجمد حاجة في الحياة بقى كله راجع وحنلعب تاني المرة دي بس مونيكا واتمنى ان في الاخر يطلع اسمها مونيكا علشان انا مش هعيد الحلقة كلها عشان قطر اسمها بكل تأكيد يعني عضوة اصلي في الفريق مش عضوة مقحم في بقى بعض الوشوش انا بمنتهى الامانة مش فاكرها دي لو كانت كانت موجودة اصلا في الجزء الاول والتاني ممكن يعني انا شاكك شوية في الناس اللي كانوا هربوا توكيو لما كانت ابض عليها بس حقيقة طبعا مش فاكر شكلهم وحتى معرفش ادور عليهم ازاي الاخ العليمين ده انا مش فاكره خالص شبه جيمي لانستر شوية ايه ده ده ايه ده انا وانا بتفرج على تريلر اول مرة بتريت اشكف انها مش موجودة معانا انها برا الموضوع ركل معانا وجوه الفريق رخرى ليه يا بنتي كده انت كنت كويسة ومحترمة وكابتن سيف زاهر ده برضو اول مرة اشوفه يبدو ان الخطة تتضمن نوع من انواع الانفلتريشن نوع من انواع الاختراق نوع من انواع بعد وفاة موسكو طبعا حرق بقى مش حرق يعني كل سنة انتوا طيبين جايين متاخرين قوي اه لا اختراق اختراق يعني لأ انا هنا بقى محتاج اركز شوية ما هزا المبنى ده شكله زي ما يكون محكمة يعني حتى بالمنظر ده كده شكلها كده اتصور انها محكمة ايه العلم ده بقى يا برينس ايه العلم العليمين والشمال ده انا مش عارف اميزه مش عارف ولولنا في التعليقات بقى انتوا اكيد شفتوا وقريته كتير تعالى تاني في الدور التحتاني اعلان حرب على النظام ووضع البلونز ده جامد او مواضح ان المرة دي السكيل الحجم بتاعنا اكبر بكتير ادي له في الفلوس مين البرينسيسة وما لها بتعمل ايه فريو ايه بيت مالك دي نفس البرينسيسة من الواضح ان هي دي شخصية اللي المواجهة معاها بقى ودي اعتقد انها راكلوة لو ان الدنيا مضلمة شوية اعتقد ان مدير التصوير بتاع جيموف ترونز هو اللي عمل المشاهد ده ايه الحريقة اللي ورا دي مونيكا جابت بيبي طب هيسيبه البيبي فين وارتورو موقفه ايه من الموضوع ده حبنا الجمل الدعاءة يا الرخيصة دي جامد اوي انا اشتريت ليش دعوة اشتريت خلاص يا اخوانا لا اخوانا هم فين اصلا كده دي حتة ايه دي روما مثلا او بتاع طب هو عاش ودي حنشوف حنصدقها ازاي يهرب كمان ازاي فليحيا الاجرام يا بالحج 19 يوليو حلو مش هنتأخر كلام جميل لا انا سخنان جدا يعني سيبك من اني فعلا كنت محتار الجزء ده ممكن يدور عن ايه هو راح لملك الحبكة سريعا سريعا ولكن التفاصيل بقى بتاعت الموضوع التأكيد على ان السكيل اكبر التأكيد على ان فيه عدو مباشر متمثل فيه شخصية معينة على الجانب اللي محتاج الزريو اللي هي دي بقت مهمتنا تشكلت الفريق بذكريات الجزء الاول والتاني لا كلام جامد انا اشتريت جدا يعني انا مش عارف الجزء ده هيبقى كم حلقة اتمنى انه هما يبقوا كتير بس مش قوي يعني لو تسألني ايه الرقم السري اقول لحضراتكم 10 حلقات 10 حلقات حلوة جدا عشان برضو بصراحة الجزء الاول والتاني فيه كم حلقة فيهم قعدنا نمط شوية كده علشان نكتر الدنيا على الفادي بصراحة من الحاجات اللي ما عجبتنيش قوي في الموضوع كنت حابب ان اقاعنا يفضل سريع على طول طبعا اه ما فيش بقى كلام عن الممثلين ولا المخرجين والمؤلفين انا ما عرفش ناس كتير من اسبانيا يعني ما عرفش حاجات هم كويسين هم كويسين وحلوين واحنا عارفين شخصياتهم ومهتمين بهم ومتواصلين معهم ونسبة ترقبي 10 من 10 والتريلر سخنتني بدا اتمنى بس التحديات اللي هم حطوها دي يعرفوا اتعاملوا معاها بشكل مقنع فكرة برلين قبل اي حاجة في الدنيا ده رأيي وانطباعي ونسبة ترقبي الاهم منها توقعاتكم وترقباتكم ونسب ترقبكم ياريت تسهموا بيهم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيه عشان تجريكم الحلقة تأول باول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وباي باي